احتضنا متحف كتاما بججل فعالية الطبعة الثالثة للصالون الوطني للرسمة الذي نظمته دار الثقافة محمد صديق بمشاركة 34 رساما مثل 16 ولاية على همش المعرض نظمنا ورشات حرة ورشات مفتوحة لكل الناس للأطفال للكبار لإقبال كما تشاهدون هناك أطفال عائلات تأتي مسحوبة بأطفالها وجوه تاريخية وثورية معروفة كانت حاضرة بأناملة فنانين أبدعوا في إبرازي ملامحها باستعمال مختلف تقنيات الرسم لوحات كانت تقنيات مختلفة تقليل أكوارل أقلم ملونة قلم رصاص والآن نحن نرى لوحة الأمير عبدالقادر شخصية معروفة الفنان مدى به يرسم شخصية يرسم شخصية ليحس بها وتجدبها كل الخط نحطه في اللوحة هذه يجعلني نحس إحساس أن هذا الخط يحكي حكاية خاصة أن نخترسم زعيم من زعامة الثورة الجزائرية وقائد من قادة الجزائر هذا أولا شارف لي أنا الصالون كان أيضا فرصة لمشاركة الأطفال الذين تم تعطيرهم من طرف المشاركين في الصالون اليوم دارونا ورشة خاصة للأطفال بشنا في جيجل بشنا تعلموك بشنا نرسموه ونميوه تكافت نام ودارونا بزاف شهادة هي فرصة لاكتشاف المواهب وتجيعها في زمن طغت فيه التكنولوجيا الحديثة على حساب الورقة والقلم